وأنا زي ما بعش الأهلي في فترة من الفترات كنت من أشد عشاء الميلان الإيطالي الحقيقة اللي كان بيقدم كرة ممتعة وكان دايما عنده القدرة على حسم الألقاب والبطولات خليني أهنيك بداية طبعا على عودة الميلان لنسخة شبيهة من نسخة الميلان في بداية الألفية السندي منافس قوي على بطولة الكلشو الإيطالي وحالين هو متصدر البطولة أو جدول الترتيب بعد الفوز الأخير على إيمبولي إزاي شايف فرص الميلان السندي في تحقيق لقب البطولة المحلية بالنسبة لي نسخة الميلان هذا العام نسخة رائعة أنا سعيد بتعادل الإنتر بالأمس في تورينو وهذه تعد نقطة إيجابية للميلان حتى لو فاز الإنتر في مباراة المؤجلة قد يتصدر الميلان بنقطة وحيدة وهذه المباراة أعطت راحة كبيرة لفريق إستفانو بيولي والرسونيري لكن هناك تسع مباراة أهمين جدا إذا كان على الميلان وإستفانو بيولي أن يفوز يجب أن يفوز بهم جميعا وأن يتجنب المفاجآت عشاء الميلان في العالم كله وأعتقد أنه ميلان بيتبتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم في انتظار عودته للمشهد الأوروبي مرة تانية كنت لسه يمكن بنعرض بعض التفاصيل عن خسارة نادي كبير في إيطاليا نادي اليوفي السنوية لقدرت بحوالي 113 مليون يورو وأعتقد أن معظم الأندال إيطالية بتعاني ماليا نتيجة تراجع عادات البس الفضائي ونتراجع عادات الحضور الجماهيري زي شايف الميلان بشكل خاص والكرة الإيطالية بشكل عام ممكن تتخطى المشكلة دي عشان تقدر ترجع مرة تانية المنافسة على الألقاب الأوروبية الآن نحن في حالة اقتصادية رائعة باولو مالديني والفريق والإدارة أنفقت العديد من الأموال لاست بالكثير ولكن أنفقت من أجل جلب أهم اللاعبين ومن أجل أن نقوم ببناء فريق قادر على التطويق بالبطولات إذا فوزنا بالدور الإيطالي هذا العام سيكون إنجاز لإدارة الميلان وسنعود لدور الأبطال العام القادم كمنا بعمل شامبيوز ليج هذا العام رائع جدا ولكن الظروف ودعني أقول التحكيم ظلم الرسونيري في المباراة الأخيرة هل شايف أن الميلان مع عودته للمشهد الأوروبي في حالة تحقيق لقب الكالتشو قادر على منافسة عملقة أوروبا وتحقيق لقب؟ دعني أكون صريحة معك هذا سيكون صعب جدا لأن هناك ريال مدريد هناك ليفر بول هناك السيتي باريس جرمان الذي فشل في تحقيق اللقب الأوروبي برغم كل ما لديه من أموال ولديه من لعبين الباير موجود بكوة هذا صعب ليس أن الميلان يكون بطل إيطاليا كاد ينافس على دور أبطال أوروبا لكن نحن نستمتع بموسيكة الشامبيونز التي تدوي في سان سيرو وهذا بالنسبة لنا الأهم وأريد من جمهير الميلان في الوطن العربي من خلال قناة الأهلي أن تنتظر وأن تهدأ خطوة خطوة سيعود الميلان إلى الواجهة خليني أسألك على فرص النسخة الحالية من شامبيونز ديج مين الأندية الأقرب لتحقيق اللقب من وجهة نظرك وإزاي شايف فرص اليوفي الممثل الوحيد طبعا بعد خروج الإنتر أمام الليفر بول إزاي شايف فرص اليوفي في تحقيق اللقب دعني أتحدث الأول عن الإنتر لأن الإنتر هو أقرب منافس الليل وأنا سعيد كما قلت بالتعادل بالأمس بتعصره بالأمس في تورينو ولكن يبقى الإنتر فريق صعب المنال نابولي أيضا هناك فرق سلاس نقاط بين الميلان ونابولي لكن دعني أكون صريح أنا أعتقد أن الميلان قد يفوز بالدور الإيطالي ولكن منافسنا الأقوى هو الإنتر ثم يأتي بعده نابولي البرتنوباي خلينا كبك على فرص اليوفي في بطولة الشامبيونز ليج هل شايف أنه اليوفي عنده حظوظ لتحقيق اللقب السندي أم لا ترى أنه بعيده ومين الأقرب من وجهة نظرك بالنسبة للقب الشامبيونز ليج الموسم الحالي لا يوفي بدأ بطولة الدور الإيطالي بطريقة صعبة بطريقة أغزالة جميع الشكل بيان كونيري في العالم كله ولكن ماسي ميليانو أليغري بدأ في العودة أمامه مباراة صعبة أمام فيا ريال الأربعاء القادم برغم أن المبارسة تلعب في إيطاليا في اليوفي أرينا لكن أن يفوز اليوفي بدورة أبطال أوروبا سيكون صعب جدا هناك الريال وهناك السيتي وليفر بول والباير صدقني صعب جدا على اليوفي أن يفوز بدورة أبطال في ظلها هؤلاء مين الفريء الأبرز من وجهة نظرك مين المرشح بقوة للقب الموسم الحالي بعد خروج طبعا مفاجئة البي أس زيوي يهمني أسألك كمان طبعا على الدور اللي أم بي عن شلوتي طبعا وانت اشتغلت معاه لفترة في مواجهة البي أجي عكس كل التوقعات الآن أن البي أجي هيتأهل على حساب الريال لكنه نجح في الحياة في ريمونتادا يعني أعتقد مش هننساها الفترة طويلة بالنسبة لي صعب أن نتحدث عن باطل دورة أبطال أوروبا ولكن أتمنى أمنيتي أن يفوز ريال مدريد من أجل كارلان شلوتي صديقة العزيز لكن ليفربول يبقى قريب جدا كد يفوز بدور الأبطال هذا يعتبر مرشح قوي بالنسبة لي لأن اليوفي خبرة لكن إذا ما تحدثنا عن الورق وتحدثنا عن المنطق وتحدثنا عن المتعة التي يقدمها فريق فقرة القدم في العالم يبقى منشستر سيتي أقوى المرشحين للفوز لأن السيتي يقدم كرة عظيمة مع جوارديولا بالنسبة لي أقول لك منشستر سيتي ليفربول ريال مدريد مؤهلين للشامبيونز بالنسبة لي أحقيق على الاختيار ده وخليني أسألك طبعا على بيتهيلي واحد من أهم أسباب عودة الروح وعودة المستوى المتميز للميلا في الفترة الأخيرة وهو طبعا السويد الدولي زلاطان إبراهاموبيتش الكلام على استمراره من عدمه الكلام على أنه ده الموسم الأخير لي مع الميلا صفقة جيرو اللي كتير قالوا أنه الصفقة دي كان هدفها التمهيد للرحيل إبرا إزاي شايف دور إبراهاموبيتش مع الميلا وقدرته على الاستمرار لموسم قادم بالنسبة لي زلاطان إبراهاموبيتش إذا كنت موجود في إدارة الميلا سأقوم بتجديد عام قادم إضافي لزلاطان إبراهاموبيتش إبراهاموبيتش له دور عظيم داخل الملعب وخارج الملعب والدور الأعظم الذي يلعبه إزلاطان إبراهاموبيتش هو الذي يلعبه في غرفة خلع الملابس في هذه الأيام لأن إضافي لزلاطان إبراهاموبيتش يقدم أداء عظيم يكتمع مع زملائه دائما قبل التدريب واستفانوبيولي يسمح له بالحديث أثناء الاستراحة مع اللاعبين من أجل حس اللاعبين لأن لديه روح ولديه عظيمة لن نجدها في أي لعب مثل إبراهاموبيتش وبمناسبة الكلام على إبرا لازم أسألك عن جان لويدي دوناروما طبعا حارس الميلان السابق حارس الدولي الإيطالي اللي انتقل للبي أجي وتصريح يمكن رفيق عمرك يعني أريجو ساكي أنه دوناروما باع إيسي ميلا من أجل حفنة أموال ولم يحقق ولن يحقق أي شيء مع بي أجي وده اللي يمكن اتحقق بعد أيام بسيطة جدا من تصريحه بخروجه طبعا من بطولة دوري الأبطال بخطأ يمكن كان هو المتسبب فيه واتهامات من بعض العضاء فريق بي أجي لدوناروما أنه كان سبب رئيسي فيه الخروج بكل احترافية يجب أن أحترم اختيار جلويجي دوناروما هو لعب شاب حارس مرمى كبير واختار طريقه واختار ما سيره قد يكون قد أخطأ لكن الجماهير أكثر عاطفية من المسؤولين واللعبون دائما ما يفكرون في مستقبلهم الشخصي أكثر من تفكيرهم في النادي والمشجعين لكن دعني أتحدث عن الخطأ الجسيمة الذي ارتكبه دوناروما في الهدف الأول لريال مدريد في مباراة الشامبيوز ليج كانت أمسية صعبة على دوناروما كان السبب الرئيسي في خروج بي اس جي ولكن هذه أشياء تحدث فقرات القدم يهمني كمان أخذ رأيك في محمد صلاح نجم المصري المتقلق مع ليفر بول رأيك في المستوى اللي بيقدمه رأيك في تطوره عن الفترة اللي لعب فيها في الدولة الإيطالية سواء مع فيرونتينا أو مع إي اس روما وشايف إزاي فرص صلاح في أن يكون الأفضل على مستوى العالم صلاح عندما كان في إيطاليا كانت هناك بعض الصعوبات لأنه جاء من تشيلسي جاء إلى فيرونتينا يريد أن يثبت نفسه إلى العالم ويثبت نفسه إلى مورينيو ويثبت نفسه إلى كل من شككوا في إمكانيات محمد صلاح قدومه إلى فيرونتينا كان محل شك كبير لكن أثبت للجميع أنه يستحق المكان الذي وصل إليها الآن لأن صلاح قام بصنع أشياء كثيرة في إيطاليا في فيرونتينا في روما لعب مع لعبين عزماء سجل في جلويجي بوفون في اليوفي ستيديوم سجل في نابولي سجل في العديد من الفرق الكبيرة ولهذا صلاح لعب عظيم مع أو ضد رحيله من ليفر بول أو بقاؤه واستمراره مع لعبي ليفر بول أو قبول العروض المقدمة لها خصوصا طبعا أبرزها عرض برشلونة أو لك إذا أخذت أنا القرار أتمنى أن أقلبه إلى البارما لأن نعمل في بارما وأتمنى لكن ليس لدينا أموال صلاح ولكن القرار لصلاح يجب أن يحدد صلاح مصيره والشيء الهام من خلال هذا الحديث إذا كان صلاح يسمع هذا الحديث يجب أن يفكر جيدا الجميع في ليفر بول يعشكون محمد صلاح ومن خلال ليفر بول وصل إلى منصات التدويج هل سيصل إلى هذه المنصة إذا ما انتقل إلى نادي آخر يجب أن يعلم هذا بما أنك كلمت عن الأموال يبقى لازم أكلمك عن التجديد لبوفون طبعا حارس الدولة ولي العملاق واحد من أشهر الأسماء في تاريخ الكرة العالمية كلها وتمديد التعاقد معانا لغاية 20-24 كان اختيار لإدارة بارما تتحدث عن أسطورة لن تتكرر في تاريخ إيطاليا تاريخه يستحق ذلك أشهر الأسماء أشهر الأسماء كانوا بيعشاقوا طبعا الميلان نتمنى أنه يرجع مرة تانية وينافس والكل الأندية الإيطالية الحقيقة لأنها بتقدم كرة دايما ممتعة